كرم محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله المشاركين في مبادرة فاينيولوجيل من البنوك والجامعات تقديراً لالتزامهم المستمر ودورهم الهام في إنجاح تلك المبادرة التي قامت بتدريب ما يقرب من سبعة ألاف طالب جامعية بتعاون مع خمسين وعشرين جامعة حكومية وخاصة وبمشاركة 18 بنكاً من البنوك العاملة في مصر وذلك على مدار ثلاثة أعوام الماضية جاء ذلك في ختم فعليات مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال إفريقيا 2023 الذي استضافه البنك المركزي على مدار يومين وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي كما أكد محافظ البنك المركزي أن مصر سوق واعد وجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة في مجال تكنولوجيا المال حيث تمتلك كافة مقاومات النجاح التي تؤهل مصر لاحتلال مركز ريادي في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية والعالمية